موسيقى نهب اسرائيلي جديد لعائدات الضرائب الفلسطينية تنكيلا بذوي الاسرى والشهداء موسيقى تحذيرات من خطر محدق باستيلاء السلطات الاسرائيلية على مقبرة اسلامية في يافا موسيقى وحرك وطني شعبي في النقب مع تزايد تضييقات على المواطنين العرب موسيقى وقع وزير المالية الاسرائيلي موسيقى حلون امرا يقضي بنهب 42 مليون شكل شهريا من عائدات الضرائب الفلسطينية المستحقة لدى اسرائيل بزعم ان هذا القرار يأتي في اطار الحرب على الارهاب وتستند عمليات اقتطاع الاموال الفلسطينية من الضرائب الى القانون الذي صادق عليها الاتلاف الحكومي الاسرائيلي الصيف الماضي والذي يسمح بموجبه بنهب مخصصات ذوي الشهداء والاسرى الفلسطينيين وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اكد في القمة العربية في تونس على اصرار القيادة الفلسطينية استلام الاموال دون اقتطاع منها قائلا بانه لن يرضخ لهذه الضغوطات ولن يتخلى عن ابناء الشعب الفلسطيني خصوصا من ضحى منهم موسيقى موسيقى موسيقى